السلام عليكم اليوم مملحات هايلا مملحات بنينا مملحتنا اليوم كانت وصفة الظفائر المحشية بنا على بنا وهكا تبدلي روتينك تعبوريك تعستفلي بحاجة جديدة نروح لطريقة تحضير الوصفة عفوا هذي المقادير ستقطع لك زوج الظفائر كما نوضحه في الصورة ستقطع مقادير العجينة نحتاج 4 كاس زيت ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة خميرة خميرة الكسرة ملعقة كبيرة سكر نخلطهم مع بعض ونبدأ نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متوسطة القوام ما هي طريقة ما هي يابسة تخليها في صشي ترتاح لمدة 10 دقائق من جهة اخرى نحضر في كسرونة او مقلات كلمية من اللحم المفروم او الدجاج المفروم اه هنا الى يكون عندك مطبوخ من قبل في صوص واحدة اخرى او الدجاج المفروم او الدجاج المفروم او الدجاج المفروم نضيف الحم المفروم في المقلات و الكسرونة نرابي معه زوز حبات زوز حبات كورجيت و حبه زرودية و حبه بطاطا نضيف زيت ملح فلفل اسود توابل الدجاج و نقلي مليح نقلي مليح حتى نحس بلي رأي مكونات طابط نضيف القليل من سوستو مات هنا بايكسر لنا الضوق كنكملو الخليط نحيه من النار و نبدأ في تشكيل الضفائر ناخذ نصف العجينة نخبزها الخبزة بالطول كيمة المستطيل نحط الحشو في الحبزة المخبوزة الحشو بالطريقة اللي وضحتها في الصورة نضيف فوقه الفرماج نضيف فوقه الفرماج الفرماج اللي عندك فرماج طالي فرماج رابي الفرماج اللي عندك ضيف فيه بواسطة السكين هنا نقطع اطراف العجينة خطوط و خطوط كما موضح في الصورة من ثم نبدأ في ظفر العجينة كل مرة ناخذ خيط من العجينة و نثنيه على الحشو ثم ناخذ خيط من الجهة الاخرى و نثنيه ثم نرجع الى الجهة الاولى وهكذا حتى نكمل كامل الضفيرة ندهنها من فوق بالبيض و نحط فوقها السينوج و نحطها في الفرن على درجة ميتين درجة مئوية المدة اللي تشوفها حمرت فيها نوعا ما خرجيها و نقطعها قطع بالطريقة اللي عفوا نقطعها بالطريقة اللي تحبيها والطريقة اللي تعجبك ما بقى لي غير نقول لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام اشتركوا في القناة